الاهلي من اليوم مبروك بطولة الدوري رقم 44 في تاريخه يستحق النادي الاهلي الدوري بكل تأكيد منظومة سليمة من جميع النواحي إدارة تشتغل بشكل مميز جدا جهاز فني في رأيانا بقيادة مارسي الكوروة هو أفضل مدير فني أجنبي جين نادي الاهلي أو دخل مصر عموما لعبين ممتازين منظومة سليمة نادي الاهلي مع كل هذا الضغط في المباريات على مدار عام كامل قادر يحصل تقريبا معظم البطولات اللي دخلها ده شغل محترم جدا ودي عادات النادي الاهلي 45 بطولة بطولات بالجملة بطولات كتير لدرجة انك تحس انه النادي الاهلي وهو بياخد الدوري الموضوع لاستثناء انه الاهلي ما ياخدش الدوري العادي بقى انه الاهلي ياخد الدوري دي نقطة نقطة تانية سريعا هتكلم فيها فيه معفوز للنادي الاهلي بكل البطولات دي برضه تحس فيه شوية قلقة يعني ايه يعني خالد الجوادي مترجم مارس الكولر خلاص مش 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 ليه عشان عنده قصص وحكايات يعني بعد مباراة المقاولين لما طلع ترجم ليه مارس الكولر لما قال انه مش غير راضي عن التعاقدات والصفقات فده جزء شايل ادارة الاهلي منه بعدها بعد المباراة الاخيرة امام السموحة طلع الراجل في فيديو كده مساور من الملعب وقعد يسأل هي اللعبة راحت فينه فبرضه ده هي الادارة وبعد كده كانت محمود الخطيب كان قاعد مع مارس الكرة وتم الاتفاق ان خالد الجوادي مش هيبقى موجود في رأيه هو راجل محترم مشتغل بشكل كويس جدا وبشكل احترافي جدا بس تعارف عادات النادي الاهلي اللي هو امشي كده امشي كده اللي هو يعني خليك في دورك وبس بس هو انا متأكد الراجل ده كان بشتغل بحترفه بحب كبير للنادي الاهلي وهو طبعا الراجل اللي شغال معه مارس الكولر دي حكاية حكاية تانية في كلام كتير ان الكابتن خالد بييبو مدير الكرة في النادي الاهلي اقترب من الرحيل عن النادي الاهلي بطلب من مارس الكولر وادارة النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بيحاولوا يقنقوا مارسي كولر ببقاء الكابتن خالد بيبو كمدير للكرة عموما لو راحل الكابتن خالد بيبو ففيه تلات مرشحين هم الأبرز لتولي مسؤولية مدير الكرة في النادي الآلي احنا بنتكلم في وليد صلاح الدين مع حفظ الألقاب طبعا وليد سليمان ومحمد شوقي دول الأقرب لتولي منصب مدير الكرة في النادي الآلي ده بالنسبة لحكاية الكابتن خالد بيبو